السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف العاشر موعدنا اليوم مع الدرس الثالث في الوحدة الاولى وهو درس البرمجة الخطية تابعوا معنا اشرح بعض الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلاحد اهلا بكم اعزائي الطلاب من جديد النهاردة هنشرح درس البرمجة الخطية وده درس جميل جدا ومهم جدا في الحياة طبعا قبل ما نبدأ الشرح ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نصلكم كل الفيديوهات الجديدة وكمان نعمل لايك للفيديو وشاركوا مع كل اصحابكم يلا بينا نعرف يعني ايه برمجة خطية وايه فيديتها في الحياة يقول لي هنا تهتم الكثير من التطبيقات الرياضية في الادارة والصناعة بالحصول على اعلى مكسب او اقل تكلفة لو انا عندي مصنع او شركة او عندي مثلا اي مشروع دايما بدور على ايه دايما بدور على اعلى مكسب اعلى ربح وكمان بدور على اقل تكلفة عشان اقدر احقق ربح كبير وها مش ربح كويس اعتمد عليه طيب انا عشان اقدر ادرس الموضوع ده محتاج مجموعة من المحددات او القيود مثل مثلا عدد العمال او الالات المتوفرة او رأس المال المتوفرة هذه القيود بيتم تحويلها على شكل متبينات يعني هذه المحددات الرياضية بنضعها على شكل متبينات بعد ما بنرسم المتبينات دي طبعا بتكون على هيئة متبينات خطية فبنسمي ده كله باسم البرمجة الخطية يعني من الاخر البرمجة الخطية هي عبارة عن ايه عبارة عن طريقة رياضية للتعبير عن المحددات او القيود في الاعمال والصناعة انا انا بعبر عن مين عن القيود اللي موجودة في المشاريع باستخدام المتبينات طب انا بعمل كده ليه بعمل كده عشان احصل على اعلى مكسب او اقل تكلفة. تمام? وزي ما تعودنا وزي ما اتفقنا مع بعض ان القيود دي بتكون على شكل متمينات خطية. تعالوا نشوف الموضوع ده في مساء العملية عشان نقدر نفهم. مسلا ده سؤال مرسوم. عندي طبعا مجموعة من القيود. مسلا القيد الاول سين اقل من او يساوي الستة. والقيد التاني سات اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي الستة. والقيد التالت سين زائد سات اكبر من او يساوي الاربع. طبعا دي مجموعة من القيود تم رسمها زي ما تعلمنا في الدرس الماضي. اللي هو تمسيل المناطق البيانية. لو انت لسه ما شفتوش روح شوفه عشان تقدر تفهم الجزئية دي. خلاص هو رسمني الرسمة والرسمة قدامي زي ما انتم شايفين ظل لكل المناطق الغير ممثلة للحل. وتبقى عندي المنطقة البيضة والمنطقة البيضة دي هي المنطقة الممثلة للحل. وبيسألني سؤال هنا بقى بيقول لي اوجد اكبر قيمة ممكنة واصغر قيمة ممكنة للعبارة. العبارة دي نقدر نسميها احنا حاجة اسمها دلت الهدف. يعني ده الهدف الخاص بيا. ازا كان مثلا الهدف ده ربح او تكلفة. فمسلا لو قال لي اوجد اكبر قيمة يبقى هو عايز اكبر ربح. ولو قال لي اوجد اصغر قيمة يبقى اكيد عايز اقل تكلفة. فانا دلوقتي مثلا عندي العلاقة دي اقدر ان استخدمها عشان اجيب اكبر قيمة ممكنة واصغر قيمة ممكنة. طب اعمل ده ازاي? بروح لمنطقة الحل البيضة واحدد رؤوس هذه المنطقة. اه مسلا دي الرأس الاولى اللي هي احدثياتها ستة وستة. بعد كده عندي الرأس الاولى ستة وستة. ودي الرأس التانية اللي هي ستة وصفر. ودي الرأس التالتة اللي هي اربعة وصفر. ودي الرأس الرابعة اللي هي سالب اتنين وستة. كده انا عندي اربع رؤوس للمنطقة المزللة. الان اعوض في العبارة الجابرية اللي موجودة. اللي هي تلاتة سين زائد اتنين صاد. تعالوا نعود كده مع بعض. انا عندي طبعا ده السين وده الصاد. هنا السين بستة والصاد بستة يبقى انا اقول تلاتة ضرب ستة زائد اتنين ضرب ستة. طبعا تلاتة في ستة بتمنتاشر زائد اتنين في ستة باتناشر يبقى الناتج تلاتين. بنفس الطريقة اكمل اقول هنا تلاتة ضرب ستة زائد اتنين ضرب صفر لان الصاد بصفر. هتطلع الاجابة بطمنتاشر فقط لان اتنين في صفر بصفر. هنا برضو هنقول تلاتة ضرب اربعة ليسين باربعة زائد اتنين ضرب صفر. هتطلع الاجابة باتناشر فقط. في الاخيرة هنقول تلاتة ضرب سالب اتنين زائد اتنين ضرب ستة. طبعا تلاتة في سالب اتنين بسالب ستة. زائد اتنين في ستة باتناشر. اتناشر ناقص ستة يعطيني ستة. لو لاحظتم ان اعلى قيمة هي التلاتين. يبقى اكبر قيمة موجودة عند النقطة ستة وستة وقيمتها ثلاثين وأقل قيمة هي الستة وبيتكون موجودة عند النقطة سالب اتنين وستة أنا كده قدرت أحصل على أكبر قيمة ممكنة وأصغر قيمة ممكنة للعبارة الجبرية اللي موجودة. تعالوا نشوف مثال آخر من كتاب النشاط يظهر التمثيل البياني المجاور منطقة مضللة تسمى تمثل مجموعة المتبينات صاد أقل من أو يساوي الاثنين ده القيد الأول. سين أكبر من أو يساوي سالب تلاتة ده القيد الثاني صاد أكبر من أو يساوي سين ده القيد الثالث وسين زاد اتنين صاد أقل من أو يساوي الثلاثة ده القيد الرابع طبعا هو هنا رسم المنطقة يعني ريحني جايب لي الإجابة مباشرة بس أنا أبدأ أعوض عشان أطلع أكبر قيمة أو أصغر قيمة للعبارة زي ما اتفقنا عن الروح على المنطقة المزللة لها منطقة الحل وأخذ الرؤوس الخاصة بيها. أدي أول رأس معايا النقطة واحد وواحد. بعدين الرأس الثانية هنا النقطة سالب واحد واثنين الرأس الثالثة هنا سالب تلاتة واثنين الرأس الرابعة سالب تلاتة وسالب تلاتة دي طبعا رؤوس المنطقة المزللة نبدأ التعويض طبعا العبارة هي سين زائد صاد يلا نعوض أول مرة سين بواحد زائد صاد بواحد يبقى الإجابة اتنين هنا سالب واحد زائد اتنين يبقى الإجابة واحد هنا سالب تلاتة زائد اتنين يبقى الإجابة سالب واحد إن سالب 3 زائد سالب 3 تطلع الإجابة سالب 6 أتلاعظوا إن أكبر قيمة هي الاتنين وأقل قيمة هي السالب 6 يبقى نظر نقول إن دي أكبر قيمة ودي أصغر قيمة فعالوا بقى نشوف سؤال كمان بيقول لي استخدم المستوى الأحداثي التالي لتظلل المنطقة التي تحقق المتبينات وعطيني هنا مجموعة من المتبينات صاد أكبر من أو ساوي صف سين أكبر من أو ساوي صف وأقل من أو ساوي ثلاثة صاد أقل من أو ساوي سين زائد ثلاثة وصاد أقل من أو ساوي سالب سين زائد سبعة ومطلوب بعديها إن أنا أجيب أكبر قيمة للعبارة اتنين صاد زائد سين إذا كانت سين وصاد يحققان كل المتبينات في الجزئية طبعا هنا الرسمة مش مرسومة يبقى أنا اللي هتطر أرسم هنجيب طبعا الشبكة البيانية ونبدأ نرسم عليها أول حاجة هنا بيقول لي صاد أكبر من أو ساوي الصف يعني إيه صاد أكبر من أو ساوي الصف يعني أظلل كل اللي فوق هنا قيمة الصاد أكبر من صف ولكن الأفضل أن أنت تظلل المنطقة العكسية عشان يتبقى لك منطقة الحل بشكل واضح فأعنا هنظلل مع بعض المنطقة العكسية بدل ما ظلل المنطقة اللي فوق دي لأ ظلل المنطقة اللي تحت اللي هي صاد أصغر من الصف بالشكل ده هنا أنا ظللت المنطقة السالبة في الصادات بعدين هنا بيقول لي سين أكبر من أو ساوي الصف وأصغر من أو ساوي الثلاتة يعني المفروض ان انا ازلل من اول الصفر هنا لحد الثلاثة هنا على السينات تمام؟ يعني هرسم خط مثلا لحد المنطقة دي كده من اول سين ثلاثة وصفر اللي هو محور الصادات لحد سين ثلاثة المفروض ازلل المنطقة اللي في النص دي كده ولكن انا هزلل المناطق اللي برة زي ما اتفاقنا المناطق التي لا تمثل الحل هذه المنطقة الاولى وهذه المنطقة الثانية فانا زللت المناطق اللي برة وسبت المنطقة اللي في النص فاضية بعدين أنا عشان أرسم صاد أقل من أو يساوي 10 زائد 3 لازم أعمل جدول وأحط هنا صاد وهنا صاد وأبدأ أعوض مثلا أول مرة عن الصاد بصوص يكون صادä بصوص Sweet 3 بعدين أعوض عن الصاد بـ 1 بـ 1 زائد 3 بيساوي 4 بعدين أرسم 0 و 3 هدي 0 و 3 هدي النقطة هنا هدي 1 و 4 هدي 1 و 4 وبعدين أرسم خط يمر بالنقطتين دون هنا طبعا عايز أظل للمنطقة التي لا تمثل الحل فممكن أعوض بنقطة الأصل اللي هي 0 و 3 زي ما اتفقنا قبل كده. هنا صفر اصغر من صفر زائد ثلاثة بتلاتة. هل الصفر اصغر من الثلاثة? نعم. يبقى دين منطقة النعم. يبقى احنا هنظلل منطقة اللا اللي فوق بالشكل ده. يبقى انا كده اظللت المنطقة اللي فوق اللي هي اللا. طيب واللي بعدها برضو هنعمله جدول سين سات. ممكن نعوض بالواحد والاتنين. السين بواحد يبقى سالب واحد زائد سبعة يديني ستة. والسين باتنين يبقى سالب اتنين زائد سبعة يديني خمسة. بعد ما عملنا الجدول نبدأ نمسل النقاط على المستوى الحداثي واحد وستة. ادي الواحد ايه. ونطلع فوق الاحاية الستة. هنا. بعد اتنين وخمسة ادي الاتنين اهي. ونطلع لفوق الاحاية الخمسة. بعدين نرسم الخط. بنفس الاسلوب هنعوض هنا بصفر وصفر. ادي صفر. اقل من. صفر زائد سبعة طبعا بسبعة. الصفر اقل من سبعة نعم. يبقى التزليل المفروض يكون تحت. طبعا هنزلل بشكل عكسي. بقى نزلل الفوق. زي ما انتم شفتوا اتبقى لي المنطقة البيضة دي. المنطقة البيضة دي هي الحل. ممكن انت بقى تعمل ايه? ممكن تزلل المنطقة البيضة دي. تمام? اهيه زللتها. وبقى المناطق امسحها. طبعا التزليل بيكون بالرصاص. فبقى المناطق امسحها. يتبقى عندي المنطقة اللي انتم شايفينها دلوقتي دي. زي ما اتفاني عشان اجيب اكبر قيمة واصغر قيمة لازم اجيب رؤوس الحل. او رؤوس المنطقة دي. فانا عندي مسلا اول نقطة هنا اللي هي احدثياتها تلاتة واربعة. النقطة اللي بعدها دي تلاتة وصفر. النقطة اللي بعدها هنا صفر وصفر. النقطة اللي بعدها هنا صفر وثلاتة. واخر نقطة هنا اتنين وخمسة. اللي انا بعوض فيه اللي ادالة الهدف اتنين صاد زائد سين. طبعا هنا دي السين ودي الصاد. اتنين صاد يعني اتنين في اربعة زائد سين اللي هي تلاتة. طبعا اتنين في اربعة بتمانية زائد تلاتة احداشر. هنا اتنين صاد يعني اتنين في صفر زائد تلاتة. تطلع الاجابة تلاتة. هنا طبعا صفر وصفر يعني الاجابة هتطلع بصفر. لان السين بصفر والصاد بصفر. هنا الصاد بتلاتة يبقى اتنين في تلاتة. والسين بصفر يبقى زائد صفر. بساوي ستة. هنا طبعا الصاد بخمسة يبقى اتنين ضربة خمسة. زائد السين باتنين. بالناديج يطلع اتناشر. اتلاعزوا هنا ان اكبر قيمة. هو طبعا عايز اكبر قيمة فقط. مش عايز اصغر قيمة وعايز اكبر قيمة فقط. اكبر قيمة هي الاتناشر عند النقطة اتنين وخمسة. بعض المسائل بتكون مسائل اللفظية. والمسائل اللي من النوع ده طبعا محتاجة مني ان انا اطلع المتبينات عشان اقدر احلها. فلازم نقرأ السؤال بشكل كويس جدا. ولازم تعرفوا ان دايما الاسئلة بتاعت البرمجة الخطية هيكون فيها نوعين من الاشياء. انا مسلا هنا بيقول لي لدى سعاد مكونات لتحضير تلاتين علبة حلوة. علبة حلوة بالشوكولاتة. وعشرين علبة حلوة بالفراولة. كحد اقصى. هل يبقى لكم من الموضوع ده? يبقى انا عندي نوعين من الانواع. علبة حلوة بالشوكولاتة. علبة حلوة بالفراولة. انا ممكن افرض ان علبة الحلوة بالشوكولاتة نرمز لها بالرمز مثلا سين. وعلبة حلوة بالفراولة هنرمز لها بالرمز صار. الكمية اللي موجودة عندهم تكفي لتحضير تلاتين علبة بالشوكولاتة وعشرين علبة بالفراولة كحد اقصى. يعني ما ينفعش اكتر من كده. ده معناه ان قيمة السين دي لازم تكون اقل من او يساوي تلاتين. وطبعا لازم قيمتها تكون اكبر من او يساوي الصف. لان طبعا ما فيش عدد علب بالسالب طبعا. لا يوجد عدد علب حلوة بالسالب. فلازم تكون القيمة اقل من او ساوي تلاتين لان ده الحد الاقصى. واكبر من او يساوي الصف. بنفس الطريقة طبعا علبة الفراولة او علبة الحلوة بتاع الفراولة اللي هي الصات لازم تكون اقل من عشرين واكبر من صفر برضو. الجملة التانية بتقول ووقتها يسمح بتحضير اربعين علبة حلوة على الاكثر. يعني النوعين ما يقدرش تزيد عن اربعين. خلاص? لان وقتها ما بيسمحش باكتر من اربعين. وده معناه ان فيه متباينة اخرى. هتكون سين زائد صاد اللي هي عدد علبة الحلوة بالشوكولاتة وعدد علبة الحلوة بالفراولة ما ينفعش اللي هم يزيدوا عن الاربعين. يعني لازم يكون اقل من او يساوي الاربعين. ولو جينا نكمل السؤال هيبيقولك ازا ارادت ان تربح من كل علبة حلوة بالشوكولاتة تلات ريالات عمانية. ومن كل علبة حلوة بالفراولة ريالين. ده معناه ان ربحها في العلبة الوحدة من الحلوة بالشوكولاتة تلاتة ريال. يبقى اكتبنا تلاتة سين. زائد ربحها من الفراولة اتنين ريال يبقى اتنين صاد. يبقى دي دلت الهدف اللي انا عايزها. ومحتاج ان انا اجيب اكبر قيمة لها لان هي عايزة اكبر ربح. فكم علبة من كل نوع يمكن لساعة ان تحضر لتحصر على اكبر ربح. وكم قيمة هذا الربح. هنا انا كونت القيود او عنそう ان اتنين المتبينات اللي انا هرسمها. طبعا المتبينة الاولى والمتبينة التانية مش محتاجة جدول لان طبعا هرسم السين اكبر من صفر اقل من تلاتين والصاد اقبر من صفر اقل من العشرين. اما دي محتاجه جدول وفي جدول سهل جدا ممكن نعمله لما يكون السين وساد في نفس الطرف. فبقول سين هنا وبقول صد هنا. اول مرة بحط السين بصفر. يبقى في الحالة دي الساد بتساوي اربعين. تاني مرة بحط الساد هي اللي بصفر. وبالتالي السينة تساوي اربعين. انا كده لسنتوا باستخدام المقطع السين والمقطع الصاوي. تعالوا بقى نرسم في الشبكة البيانية. ده طبعا محور السينات. وده طبعا محور الصادات. ونبدأ نحط الارقام بتاعتنا. ممكن نقول طبعا ممكن نزود بالخمسة عشان نقدر نوصل للرقم تلاتين. يعني نقول خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين. وهنا نفس الكلام برضو خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين. ونبدأ نرسم. اول حاجة طبعا لو رجعنا للشريحة اللي فاتت. هتلاقي ان هنا السين اكبر من الصفر واقل من التلاتين. يبقى الحدود بتاعتي لحد التلاتين. ده بالنسبة للسينات. يبقى انا هاجي عند التلاتين في السينات وهرسم خط. وزي ما اتفقنا ان انا هزل للمنطقة اللي برا. انا هزل للمنطقة اللي اكبر من التلاتين. وطبعا اللي اصغر من الصفر. اما الصاد اكبر من الصفر اقل من العشرين. هاجي عند الصادات بعشرين وهرسم خط برضو. وهظلنا المنطقة اللي فوقه. اللي هي التي لا تمثل الحال. بعدين هرسم اخر خط. احنا انتفقنا ان سين زائد صاد بسبب اربعين. وقلنا النقطة الاولى سفر واربعين. يعني اربعين في محور الصادات. سفر واربعين. الاربعين طبعا هنا. بعد الخمسة وتلاتين. وهنا على محور سنات اربعين وصف يعني هنا. وهرسم خط بيوصل بينهم. وطبعا هو بيقول لي سين اقل من سين زائد صاد اقل من اربعين. يعني النقطة الصفر دي اقل من اربعين. يعني دين منطقة نعمة. يبقى احنا نزال للمنطقة اللي فوق. اللي هي اللاه. اللي هي فوق الخط. هتلاقي في الاخر المنطقة اللي اتبقت عندك المنطقة البيضة دي. ودي حدودها. الاربع نقاط اللي انتم شايفينهم دول هم الحدود. طبعا هبدأ اطلع الحدود معايا. اول نقطة طبعا تلاتين وصف. بعدين تلاتين وعشرة. بعدين عشرين وعشرين. بعدين صفر وعشرين. بعدين صفر وصف. طبعا زي ما اتفعنا الندالة الهدف هي تلاتة اسين زائد اتنين صاد لان علبة الحلوة بالشوكولاتة بتلاتة ريال. وقلبة الحلوة بالفراولة باتنين ريال. نبدأ نعوض اول واحدة طبعا تلاتة في تلاتين. زائد اتنين في صفر طبعا اتنين في صفر بصفر. يعني الاجابة هتكون تسعين. وهنا هتكون تلاتة في تلاتين زائد اتنين في عشرة. يبقى هنا تسعين زائد عشرين بمية وعشرة ريال. وهنا هتكون تلاتة في عشرين زائد اتنين في عشرين. يبقى هنا ستين وهنا اربعين يعني مية. هنا طبعا تلاتة في صفر. بصفر. واتنين في عشرين باربعين. وانا طبعا هتطلع صف. هتلاعظوا ان اكبر قيمة موجودة عند المية وعشرة. وده لما بيصنع تلاتين علبة من الشوكولاتة وعشر علب من الفراولة. تلاتين علبة من الشوكولاتة وعشر علب من الفراولة. يبقى دي اكبر قيمة للربح لي مية وعشرة ريال. وده بيتم لما بيصنع لي تلاتين علبة شوكولاتة وعشر علب فراولة. سؤال تاني من كتاب الطالب يقول ارادة طلاب الصف العشر صنع اعلام وقمصان. يبقى اندي نوعين. اعلام وقمصان. الاعلام هنقول ان هي سين. والقمصان ان هي صاد. لبيعها من اجل دعم مدسة. لكنهم بسبب شروط الوقت لا يستطعون تجهيز اكثر من مية وخمسين علام. يبقى الاعلام لازم تكون اقل من مية وخمسين. واكبر من طبعا الصفر. ده الشرط الاول. او ده القيد الاول. ومية وعشرين قميصا. يبقى القمصان اللي يصاد لازم تكون اقل من مية وعشرين. واكبر من او يساوي الصفر. تمام. علم البقى انهم حصلوا على تررعات على اطمشة كافية لتجهيز عشرين قطع من النوعين. وده معناه انه ما يقدرواش يجهزوا اكتر من ميتين قطع من النوعين. يعني معناك كده ان سين زائد صاد اقل من او يساوي ميتين. طبعا دي مش محتاجة جدول. دي مش محتاجة جدول. الوحيدة اللي محتاجة جدول هي دي. المتبينة التالتة اللي انا ممكن اعمل جدول كده. وزي ما اتفقنا احط السين والصاد. ممكن احط السين بصفر. يبقى الساد بميتين. ممكن احط الساد بصفر يبقى السين بميتين. اللي باستخدام المقطع السيني والمقطع الصادي. لو انا حطيت السين هنا بصفر يبقى الصاد بمتين. لو حطيت الصاد هنا بصفر يبقى السين بمتين. بعدين بيقول لي اذا كان العلم يباع بسعر اتنين ريال يبقى ازا العلم اتنين ريال يبقى اتنين سين. ان العلم بالسين. والقميص خمسة ريال يبقى زايد خمسة سات. ده دالت الهدف اللي ادالت الربح. تمام? فكم عدد كل من الاعلام والقمصانة التي سوف يصنعونها ليحصلون على اكبر دخل ممكن. وده معناه اننا لازم ارسم الاول وبعدين اطلع اكبر داخل من خلال هذه العلاقة بالتعويض طبعا زي ما اتفقنا. تعالوا كده نرسم. هذه المحور السين وهي الاعلام وهذه القمصان politician طبعا زي ما انتمم عارفين ان لازم اوصل للمتين فممكن ازود كل مرة عشرين اربعين. ستين تمانين مية. مية وعشرين مية واربعين. mia وستين. مية وتمانين متين. وهنا برضو نفس الشيء. عشرين اربعين. ستين تمانين. مية. مية وعشرين. مية واربعين. مية وستين. مية وتمانين. متين. طبعا زي ما شفنا المعادلات اللي اهنا كنا كتبينها ان السين اكبر من او يساوي السفر واقل من او يساوي المية وخمسين. والصات اكبر من او يساوي السفر واقل من او يساوي المية وعشرين. والسين زائد الصات كانت اقل من او يساوي المتين. يلا نبدأ نرسم. السين لازم تكون اقل من المية وخمسين. يبقى عند المية وخمسين ونعمل طبعا المئة و خمسين بين المئة و واربعين والمئة و ستين هنا ونرسم خط بمر بها. بعدين طبعا هو بيقولي المفروض الاقل يعني انا هزال هي على اكبر لانا بيزالها المنطقة العكسية. والصد هنا اقل من هو ساتف المئة وعشرين فعنا عند مئة وعشرين في الصدات وعمل الخط. وبرضى هنزال ل المنطقة للفوق لانه هو عايز المنطقة لتحته وعايز الاقل من. فانو هزالها للمنطقة الفوق اللي هي لا تمثل الحل. طبعا ده كله عشان نخلي المنطقة اللي احنا عايزينها تكون بيضة عشان نعرف نحددها بسهولة بعدين اخر معادة زي ما اتفقنا السين بصفر يبقى الصاد بقى ميتين بين الصاد بميتين او الصاد بصفر يبقى الصاد بميتين يبقى هنا ونرسم خط يوصل بينهم وبرضو المفروض التظليل اقل من الميتين يعني المفروض ازلل تحت هنا ولكن طبعا احنا منظر المنطقة العكسية فانزلل الفور تعالوا بقى نحدد منطقة الحل فانا عندي النقطة الاولى هنا هي اللي هي احدى السيادة مية وخمسين وخمسين والنقطة التانية هنا اللي هي احدى السيادة تمانين ومية وعشرين والنقطة التالتة اللي هي هنا سفر ومية وعشرين والنقطة الرابعة اللي هي هنا مية وخمسين وصف وطبعا اخر منطقة اخر نقطة اللي هي سفر وصف من الشريحة اللي فاتت هنشوف دلة الهدف كلنا دلة الهدف عندي اتنين سين زائد خمسة صاد اتنين سين يعني نضرب السين في اتنين يبقى اتنين ضرب مية وخمسين زائد خمسة صاد يعني خمسة ضرب خمسين طبعا تطلع لجابة اتنين في مية وخمسين بتلتمية وانها خمسة في خمسين بميتين وخمسين يعني كله خمسمية وخمسين هنا اتنين في تمانين زائد خمسة في مية وعشرين طبعا اتنين في تمانين في مية وستين خمسة في مية وعشرين بتمية لو جمعناهم هيبقى سبعمية وستين هنا طبعا السين بصفر اتنين في صفر بصفر وهنضرب خمسة في م مية. فهذه تطلع ستمية. هنا هنضرب اتن في مئة وخمسين هتطلع بتلتمية. لان طبعا الصد هنا بصفر خمسة في سبر وصفر. وطبعا دي هتطلع بصف. يعني هتلاحظوا ان اعلى قيمة عند التمانين والمية وعشرين اللي هي طلعت سبعمية وستين. لابد لازم يصنع تمانين علم ومية وعشرين قميص. والدخل هيكون سبعمية وستين. كده يا بخلص نشرح درس اليوم. اهم شيء في الموضوع الرسم. لازم يكون الرسم بتاعك صحيح. عشان تقدر تطلع الاجابة بشكل صحيح. يا رب يكون الفيديو ناري اعجابكم ان تزورونا في الفيديوات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.